أروح معكم للتصور وده اللي احنا كنا نكلمنا فيه من موسمين تقريبا فكرة الدوري البلجيكي أو كنت ساعتها تكلمت مع حالكم انه الدوري البلجيكي بيعمل النظام ده وبعد الدوريات العالم مش بس الدوري البلجيكي يعني في تونس اعتقد عمله ده السنة اللي فاتت او الموسم الاخير يعني فكرة انه 18 نادي انت مش قادر تقلل العدد اللي اندي انت نمر واحد مش مدرك لكم البطولات اللي ممكن تزيد بالمناسبة وانا بحسب لكم الحزبة في احتمالية كمان انه يبقى فيه بطولة جديدة مستحدثة السنة الجاية او هي مش مستحدثة هي بطولة قديمة هترجع وتظهر للنور مرة تانية وهي بطولة الافرواسيوية بطل دوري ابطال افريقيا بلعب بطل دوري ابطال اسيا ممكن جدا جدا نشهد عودتها مرة تانية للصورة بداية من الموسم اللي جاي لكن ما علينا مفيش حاجة رسمي اعلنت لغاية النهاردة فبالتالي هي برا الحسابات يعني اللي احنا مش وغدين بالنا منه بشكل كبير في مصر انه عدد المسابقات والبطولات بقى بيزيد وبالتالي عدد المباراة اللي بتلعبها الفرق بقى بيزيد وعدد المباراة اللي بيلعبها المنتخبات بقى بيزيد كل سنة فبالتالي انت بتيجي مثلا تقول بطولة السوبر بدل ما هو بطل دوري وكاس لا انا باخد مش عارف اول و ثاني دوري وبطل و وصيف الكاس العب معهم بطولة مجمعة اتحاد الافريقي يجي يقولك انها هعمل بطولة اسمها بطولة دوري السوبر الفيفا يجي يقولك انا بطولة الكاس العالم دي مش هعملها بالشكل ده انا هعمل بطولة شبه بطولة كاس العالم للمنتخبات طب وبطولة كاس العالم دي لأ هخليها انتر كونتينت فكل سنة أو كل موسم عدد المباراة والأجندات والارتباطات بتزيد بشكل كبير وانت عندك هنا في مصر يعني أندي أبطال يعني يعني صحيح الأهل هو اللي بيكسب بطولات في النهاية هو اللي بيوصل للمنصة لكن ده ما يمنعش انه وارد جدا الزمالك يكون زي ما خد مثلا الكونفيدرالية السنة اللي فاتت في مواسم قبل كده بيرامدز وصل لنهاية الكونفيدرالية مرة واثنين مودرن ممكن يدخل في البطولة حاول ينافس فبالتالي عندك أندي أصدأول بتسعى التحقيق ألقاب مش أندي بتشارك عشان التمثيل المشرف ونفس الحال ينطبق على منتخبات مصر ما بتلعب بطولة أمام أفريقيا أو بتلعب تصفيات كاس العالم انت عينك على منصة تتويج فبالتالي يعني لازم يبقى فيه نظرة مختلفة شوية للبطولات المحلية هي مش قصة موسم يعدي والسلام لأنه حتى لو أنت عديت الموسم ده برضو الأجندة هتفضل كل سنة بتزيد وبالتالي مش هتحل قصة المشكلة أنت هتبقى بتعمل مسكن بس أو مرحلة انتقالية لكن المشكلة ممكن تبقى مستمرة بعد كده فكرة أنك أنت تلعب دوري من 18 فريق وهي الفكرة بالمناسبة أنا مش ضد هي الفكرة الأقرب في ظل الظروف والمعطيات الحالية فكرة أنك تلعب دوري 18 فريق يلعبوا كلهم من دور واحد رغم طبعا بين قصين كده أنه أنا هقول أنه مش هيبقى فيها عدالة أو تكافؤ فرص خلينا نسميها تكافؤ فرص ليه؟ لأنه فريق زي الأهلي أو أي فريق من 17 فريق من 18 فريق كل فريق فيهم هيلعب 17 مباراة منهم 8 على أرضه ومنهم 9 خارج أرضه أو العكس يعني فعلى أي أساس هتحدد مين هيلعب برا ومين هيلعب جوه وانت عارف أن فيه مطشوط أنا كأهلي لما بلعب في المحلة برا بيبقى مطشوط صعب علي أنا كأهلي لما بلعب فيه ملعب معينة بيبقى مطشوط صعب علي فبالتالي مين هتديله الأفضلية في أنه يلعب مع الفرق اللي بتبقى شوية صعبة على ملعبها في الجولة الأولى خارج الأرض ومين الفريق الثاني اللي هيلعب على أرضه هنا فيه خلل شوية في قصة التكافؤ الفرص ما علينا بس مش هنخش في القصة دي ولو إنها واحدة من الحاجات اللي بتؤدي لكثير من الأندية لرفض الفكر ونفس الأمر ينطبق على من وجهة نظر الفرق اللي إلى حد ما بتصارع يعني بتخش في مرحلة الصراع هتلعبني الأهلي هتلعبني الأهلي في الدور الأول هتجيبهلي على أرضي ولا هروح ألعب مع الأهلي على أرضه هتجيبلي الزمالك في ملعبي ولا هروح ألعب على ملعبه هتفرق بالنسبة له كتير جدا إنه ياخد بنت أو ثلاثة بنت من الأهلي يبينيز باله قصة كبيرة جدا بعد الدور الأول ما ينتهي السبعتاشر أو السبعتاشر نادي كل واحد منهم يلعب سبعتاشر مباراة نشوف جدول الترتيب هيبقى عندنا العشرة الأوائل دول هتلعبوا دوري تاني لوحدهم والتمانية اللي تحت هتلعبوا دوري تاني لوحدهم التمانية اللي تحت يتحدد على أساسهم اللي يكونوا في آخر الجدول ينزلوا والعشرة الأولانيين اللي يكملوا البطولة هيلعبوا على تحديد البطر دي قصة أو شكل البطولة السؤال اللي أنا بس بالنسبة لي مش واضح هنا يعني أو اللي حط التصور موضحوش هل النتيجة بتاعة الدور الأول هتحتسب يعني اسمها ازاي اسمها ايه يعني تراكميا يعني اقصد اقول ايه انه لما العشرة يطلعوا في الدور التاني او المرحلة التانية من الدوري هيبقى معهم راسدهم اللي خدوه من الدور الأول او السبعتاشر مواجهة الأولى ولا بنبدأ بطولة جديدة دي نقطة برضو لازم توضح للناس هلا هيبقى كميليتف يعني تراكمي ولا هنبدأ بطولة من أول وجديد دي قصة الدوري